أهلاً بكم تؤدي الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة جورجيا ميلوني اليوم اليمينة الدستورية أمام الرئيس سيرجون ماتريلا وكانت جورجيا ميلوني رئيسة حزب إخوة إيطاليا كلفت بتشكيل حكومة من جانب الرئيس سيرجون ماتريلا لتصبح أول إمرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا وقدمت ميلوني إثر تعينيها تشكيل حكومتها التي تضم 24 وزيراً بينهم 6 نساء وعين الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي أنطونيو تا جاني وزيراً للخارجية وأسندت إلى جانكارلو جورجيتي حقيبة الاقتصاد وذهبت وزارة الداخلية إلى ماتيو بيانتي دوسيا بينما سيتولى وزارة الدفاع جيدو كريستيو وهو أحد مؤسسي حزب إخوة إيطاليا أكد وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكين أن كثيراً من الضربات الجوية التي استهدفت أوكرانيا نفذت بطائرات مصيرة أجنبية وأوضح بلينكين أنه لا يرى أدلة على أن روسيا مهتمة بانهاء العملية العسكرية في أوكرانيا معتبراً أن موسكو تدفع بدلاً من ذلك في الاتجاه المعاكس وأضف وزير الخارجية أن واشنطن ستنظر في جميع الوسائل التعزيز الدبلوماسية مع روسيا إذا رأت أن هناك فرصة أفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن ثلاثة أعضاء من لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي التقوا بالرئيس الأوكراني فولدامير زيلينيسكي في العاصمة كييف وذكرت وسائل الإعلام الأمريكي أن هذه هي الزيارة الأولى لوابد من الكونغرس الأمريكي إلى المدينة منذ أكثر من شهر والأولى منذ أن بدأت روسيا حملة ضربات جوية تستهدف البنية التحتية المدنية في العاصمة الأوكرانية ومدن رئيسية أخرى مشيرة إلى أن الزيارة تأتي بهدف إظهار تضامن مع أوكرانيا حصل وزير الخزانة البريطانية السابق ريشي سوناك على الحد الأدنى المطلوب من الأصوات للترشح لمنصب زعيم حزب المحافظين وذلك بعد استقالة رئيسة الوزراء ليستراس وقال النائب المحافظة في مجلس العموم البريطانية توبياس أولود إنه يدعم ريشي سوناك للترشح لرئاسة حزب المحافظين ومن ثم تولي رئاسة الحكومة مشيرا إلى تجاوز سوناك حاجز المائة صوت وسيزبح سوناك تلقائيا زعيما لحزب المحافظين ورئيسا للوزراء في حال فشل منافسيه بني موردينت وبوريس جونسون في مسعاهم لليل مائة ترشيح من الأعضاء المحافظين في البرلمان أعلن الجيش العراقي تدمير مقرات لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة كاركوك وقال النطق باسم القائد العام لقوات المسلحة العراقية يحيى رسول إن عملية نفذها طيران الجيش الأصفر عن تدمير تلك المقرات مشيرا إلى أن العملية تمت أثناء تنفيذ استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة العمليات العسكرية في كاركوك ورياضيا يواجه الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي اليوم نظير فريق مكدي بورغ الألمانية في نصف نهائي كأس العالم الأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية وتأهل رجال يد الأهلي إلى نصف نهائي السوبر جلوب بعد فوزه التاريخي على فريق بنفيكا البرتغالي بنتيجة 29-28 ليتصدر المجموعة الثانية بعد الفوز على فريق مدر السعودي بنتيجة 36-30 ختم موجة الثامنة فاصل ورد لحضرتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر